بيقول في المقال بتاعه انه وسائل الإعلام بيتكلم على وسائل الإعلام انه احنا يعني في وسائل الإعلام العربية والمصرية بننظر الى تركيا على انها تخلت عن مبادئها لما قبلت المصالحة او طلبت المصالحة فهي تخلت عن مبادئها بيقول انت غلطانين يا اعلاميين تركيا لات تتخلى عن مبادئها واخلاقيتها انا بقول يا سين اقطاي عيب والله عيب عيب اما انت تتكلم عن الاخلاق وعيب اما انت تتكلم عن المبادئ ما يصحش لان فاقد الشيء لا يعطيه ولا يجب ان يتحدث عنه ده مبتئيا بيكلم بيقول بيكلم على السيد سامع شكري هو بيتكلم على السيد سامع شكري وزير خارجية بيقول ده وزير خارجية مصر طلع مع قناة الجزيرة هو اللي بيقول بيقول ايه قال وزير خارجية المصري سامع شكري انه من اهم القضايا الخلاف التي يتعاين حلها خلال المباحثات المحادثات مع تركيا ومصر هو الوجود العسكري في ليبيا وقال شكري ان ضرورة الانسحاب الكامل لكافة القوات الاجنبية من ليبيا هو مطلب اممي وان تركيا ليست مستثنى من ذلك وان هذا الوجود التركي قد قطع الطريق امام مرحلة تقارب او فتح صفحة جديدة من الاقات يبقى السيد سامع شكري في لقاءه مع قناة الجزيرة البقاء الحالي للقوات التركية في ليبيا قطع الطريق على استمرار التواصل في اجراءات المصلحة ده مين اللي بيقول ده بيقول ياسين اخ طايف مقانه بقول في اللقاء ذاته اوضح شكري انهم يتوقعون على مصر يعني تحقيق الشروط التي نقلوها للجانب التركي كشرط من اجل تحقيق تقارب في العلاقات وعلى الرغم من ان الوزير المصري لم يذكر بالضبط ماذا يتوقعونه من هذه الشروط الا انه يفهم من الخطاب النقدي المتزايد من قبل وسائل الاعلام المصرية ان ما ينتظرونه من تركيا هو المستحيل مين اللي بيقول كده ياسين اخ طايف بيعلق ويعرج على كلام سامع شكري بيقول سامع شكري ان احنا والله يا جماعة بيسألونا عن العلاقات مع تركيا قال والله يتكوننا مشيين وعندنا حسن نواه وانتظرنا تقوم تركيا بسحب قواتها من ليبيا حتى تستمر الامور بشكل ايجابي الا انه بقاءها في ليبيا بقاء قواتهم في ليبيا قاطع الطريق على المصالحة ياسين اخ طايف بيقول يا سلام هو كان متوقع سامع شكري ان احنا نسحب من ليبيا لا ده هو ده توقع المستحيل ده الكلام اللي قلت لكم في الاول اولا وقبل كل شيء هو بيقول بقى اسمع دي مهمة جدا جدا من فضلك يقول ياسين اخ طايف مستشار راجب طيب اردوغان اولا وقبل كل شيء المستحيل بكل تأكيد هو تسليم تركيا اللاجئين السياسيين الذين لاذوا بها لان الرغبة في تسليم طالب اللجوء السياسي وضحايا ما جرى في مصر الى دولة تصدر فيها احكام الاعدام الجماعية باكثر الطرق تعسفا يعتبر في الواقع يعتبر في الواقع الى رغبة في تخريب اي احتمال لتحقيق تقارب صادق في العلاقات مع تركيا بيقول ايه يعني خلاصة الرغي بتاعه بيقول انه هي مصر متوقعة ان احنا نسلمها اللاجئين اللجوم احتموا بينا وعشان يروحوا يعدموهم بقول يا سين اخ طايف هذه وقاحة ما بعدها وقاحة يا سيد ياسين اخ طايف الزم الادب التزم الادب لان ما تقولت به على سامح شكري غير صحيح ما تقولت به الان على ان احنا عايزين اللاجئين مين هم اللاجئين هو انت عندك اخوان لاجئين هو انت عندك مصريين لاجئين حاشا لله والله حاشا لله مصري فيها عشرة خمستاشر مديون لاجئ من كل الدول العربية ما بنقولش عليهم لاجئين اما انت فعيب ان تطلق على الاخوان لاجئين دول هاربين من احكام قضائية هاربين من القانون عليهم احكام انت بتحمي مجرمين وارهابيين وليسوا لاجئين يا سيد ياسين اخ طايف انت لا تفهم ولا تعرف لا في الاصول ولا في الادب ولا في الاخلاق بيكلم بيقول كمان بالنسبة لانسحاب القوات التركية من ليبيا هو ايضا من جملة المستحيلات المطلوبة من تركيا هل بالفعل طلبوا ذلك من تركيا خلال المفاوضات وان كان الامر كذلك فبماذا اجابت تركيا يا ترى بيقول لا نحن ياته قمة التكبر والتجبر وقلة الزكاء السياسي في كلامه بيكلم بيقول كان من الواجب على الوزير المصري هو بيقول هو بيقول يعني ياسين اخ طايف بيقول كان من الواجب على الوزير المصري ان يذكر ان يذكر مصر ايضا ان يذكر مصر اى في جوابه على سؤال مزيعة الجزيرة اللي سألته هل تطالبونا بنفس القوة باخراج بقية القوات الاجنبية والمليشيات الداعمة لعفتر واحنا ما عندناش قوات اجنبية مستحقيل ولن يكون مصر دولة لا تتعامل مع مرتزقة زيكم ولا دولة عندها قوات اجنبية موجودة عندكم بيقول كمان لكن الواضح والمفهوم بالنسبة لجميع هو ان ما يطلبون به هو اخراج تركيا في حزب وبقاء حفتر وقواته حفتر ده مش مرتزقة القوات اللي بيهده مش مرتزقة حاجة غريبة جدا شيء غريب جدا بيقول انه احنا مش هنخرج من ليبيا وبيقول كمان اضافة لذلك فان مسألة التقارب بين تركيا ومصر وليس نابعا من ان تركيا مضطرة لذلك بقول لا انتوا فاهمين غلط التقارب ده مش عشان تركيا مضطرة لذلك بل كانت عندها حسن نية وحينما مد تركيا ده بنية حسنة فان ذلك نابع من التجاوب الطيب مع بعض الاشارات القادمة من مصر لكن انا لم ارد الا اذا الا عندما وجدت انه احد اضلاع الحكم في تركيا بيتطاول بهذا الشكل لابد من الرد والتوضيح بالمناسبة للناس بيقول ان احنا شفنا اشارات ايجابية من القيارة يا سيدي اعمل نفسك وشواخت باك ماشي لكن بيقول ايه بقول وان لا بيقول وان لا فان هذا التقارب كما ذكرنا منذ البداية هو امر تحتاجه مصر وتسعى اليه يعني انه بقى شغل بقى شغل كدنسة بقى مين اللي جاء الاول مين اللي عايز مين اللي راح مين اللي طالب يا سيدي كل الكلام اللي حنقوله غلط وانت كلامك صح لكن مين في النهاية اللي راح للتاني ما انت اللي جتون عموما في كل احوال ده شغل صغار وكلام رخيص مش هنرد عليه اما بالنسبة للتصور الذي يريدون الترويج له من اجل الضحك على شعوبهم بتكلم علينا هو ان تركيا تسعى لذلك لانها مضطرة اليه فوليس سوى سياسة ماكرة بقى خلي تعبير يصف سياستنا بانها سياسة ماكرة وبقول له اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت انا اعتقد انه الوضع قدام حضراتكم بنقول له حضراتكم احنا صمتنا وقتا طويلا ولم نتناول الوضع في تركيا حتى بشكل خبري نظرا لانه تركنا الفرصة لانه زي ما قلنا انه لا صداقة دائمة ولا عداء دائم والشعوب بترجع لبعضها تاني وكنا بحسن نية بنتكلم لكن اعتقد اعتقد انه ياسين اخطاي ياسين اخطاي خرب ما كان يمكن انه يحدث لكن هل ياسين اخطاي بتكلم من دماغه اكيد لا هل ياسين اخطاي بيكلم من تلقاء نفسه اكيد لا هل كتب المقال في ياني شفق من دماغه بالتأكيد لا ليه كتبه بالعربي ليه نشره بالعربي موجه للشعوب العربية